حطينا مشهد بدلة الرأس ماشي ووظفته وقلتلي إنه مكتوب وأنا ارتضيت بالإجابة هل ممكن؟ مش مقتنع؟ مقتنع طالما أنا بصدقك إنه محطوط في السيناريو ما كانش مقهم أنا مقتنع بس مقتنع برضو إنه ممكن أكونه في الواقع أنا وصحباتي أو بنت وصحباتها فقعدة خاصة مش بس بتجيب بدلة الرأس ممكن بيتكلموا كلام خاص أو بيهزروا هزار من نوع خاص شويتين ماينفعش إنه أنا حطه على الشاشة ليه ماينفعش؟ إيه المشكلة ببلد الرأس؟ عشان أنا في بلد شرقي مين قال إن بلد الرأس في حاجة؟ ما إنه كل الناس بتروح أفراح وفيه رقاصة بترقص ببلد الرأس؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ فين المشكلة؟ ما الناس كل لها على البحر ماشيين بميوهات يا جماعة إحنا عندنا نفسنا في شخصية الناس بتسيب بناتها وبتسيب مرطاتها وتلبس ميوهات وبتاع ما أنا مش قصدي كده بس مش لدرجة إن المحد يعمل حاجة في سياق الدراما بموضوع مهم بفكرة بدلت رأس وبدلت رأس كانت متغطية على فكرة معظمها هي concept شيفوا يعني حاجة transparent من بينا بس أنا مش هقعد ركز بقى في الناس اللي هتقعد تخرم لنا في كل حاجة ما يتفرجوش على الشغلانة وخلاص بجد ما يتفرجوش ما يقعدوش يقرفونا بيزعلوا منك كده ما يزعلوا مش هما بيقعدوا ينخربوا في شغلتنا ويطلعوا قطة فصلة في شغلي خلاص أنا أجزهم يزعلوا ما يتفرجوش على شغلي بجد أرحم يعني أرحم إن هما يعودوا يسيبوا كل حاجة إحنا بنعمل مجهود كبير قوي يعني المسلسل ده ده مجهود خد من هنا سنين خد من حيات هند ثلاث سنين خد من حياتي سنة وشوية مش ممكن المجهود ده كله الناس تمسحوا بأستيكا كده وتركز في تفصيلة صغيرة قوي عشان بس نوع دي إحنا نتكلم فيها لأ على المفروض إن إحنا ما نتكلمش فيها إساسا تؤجنورت الفكرة كلها نتا تؤجنورت تتجاه لي أي حد يقول أي حاجة عشان كده بالنسبة لي الحاجات دي ما بقيتش بجد ما بقيتش تفرم فعليا بجد أنا ما كنتش عارف اللي ناس تكلمت على البدر تراث